قناة الراوي لأجمل القصص والروايات قصة نبي الله عيسى عليه السلام لم يكن قدوم سيدنا عيسى عليه السلام قدوما طبيعيا البتة بل تم بشكل لم تعهده البشرية قط وظل أمرا فريدا ولم ينل ذلك الشرف إنسان قبله ولا بعد كانت السيدة مريم الصديقة تقيم في محرابها للتعبد داخل مسجد وكانت إذا حاضت ذهبت إلى بيت خالتها حتى تتطهر ثم تعود إلى المسجد مرة أخرى لتتم عبادتها إلا أنها ذات مرة ذهبت لمكان بعيد باتجاه شرق الدار للاغتسال فوضعت ساترا واغتسلت وما أن انتهت وارتدت ملابسها حتى أتى جبريل عليه السلام إليها وكان على هيئة رجل سوي الخلق لكي لا تفزع منه وتستطيع مخاطبته وقد جاء ذلك في قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا وعندما رأت فزعت وأخذت تذكر له الله تعالى وأن يتقيه لترد شره عنها فهدأ من روعها وأخبرها أنه ملك من عند الله وبشرها بغلام وأن هذا أمر الله وقد قضي قال تعالى قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا وها هي التقية الورعة التي حفظت فرجها من الحرام أرسل الله تعالى لها جبريل لينفخ في جيب قميصها ليصل رحمها وتحمل به بإذن ربها ويكون آية خالدة للعالمين قال تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين وأما عن كيفية الحمل فهذا أمر من الغيبيات التي لم يذكرها الوحي وحتى السلف الصالح توقف عندها وآمن بها المسلمون دون البحث بالتفصيل باعتباره أمرا غيبيا قال عز وجل قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كانت السيدة مريم العابدة الناسكة مثالا على الطهارة والعفة وشاء الله تعالى أن تنال أجر الدنيا والآخرة ورفع الله تبارك وتعالى من قدرها بتأييدها بمعجزة فريدة لم تحدث قبلها ولا بعدها وفي ذلك أيضا دلالة جلية على قدرة الخالق في كل ما هو خارق للعادة وقد كان في ذلك آية لقوم ضلوا عن السبيل وعندما بدأت السيدة مريم تشعر بآلام المخاض استندت إلى نخلة وفي الحال لمع في ذهنها لوم الناس لها واتهامها في عفتها ودينها فقالت يا ليتني مت قبل هذا الحال قال تعالى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ومن ثم ولدت عيسى عليه السلام فأتاها صوت من تحتها صوت عيسى عليه السلام بحسب قول ابن كثير وغيره لا تحزني وكلي من الرطب واشربي من النهر لتقر عينك كما أمرت بالامتناع عن الكلام مع الناس لكي يترق الأمر لابنها بالرد عليهم كي يمنع الحرج عن أمه وتتحقق المعجزة وكان عليها أن تقول لكل من تلاقيه إني نظرت للرحمن صوما عن الكلام وكان هذا الصيام مشروعا لديهم ونسخ في شرعنا قال عز وجل فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا لم يكن من السهل تخيل الصراع النفسي المرافق لآلام المخاض الذي كان يدور في نفس السيدة مريم خاصة عندما تتخيل لوم قومها لها والتشكيك في دينها وخلقها لا سيما أنها من بيت طاهر نقي ورع وكانت رسالة عيسى عليه السلام امتدادا لرسالة موسى عليه السلام موجهة إلى بني إسرائيل خاصة ولم تتحول للعالمية إلا في وقت متأخر على يد الإمبراطور كوستنطين وبوليس وجاءت رسالته تحمل مبادئ التوحيد ورفض الشرك قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إذ كان عيسى عليه السلام موحدا على دين الإسلام وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا لم يدعي الألوهية قط وما كان إلا كباقي الرسل صاحب رسالة وعليه إبلاغها شأنه شأن كل الرسل وقد بيّن الله عز وجل أن عيسى عليه السلام من أولي العزم في القرآن الكريم وهو نبي ورسول كريم فهو كأي رسول لديه مهمة البلاغ والدعوة لعبادة الله وتوحيده قال تعالى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وكان متوجها لقومه بني إسرائيل الذين طغوا وابتعدوا عن شريعة موسى عليه السلام أما دلالة نبوته من الإنجيل نفسه فهي ولما دخل أرشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل وأيضا ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبي أيد الله تعالى نبيه عيسى بعدد من المعجزات مثل إبراء الأكمة والأبرص والنفخ في الطين كهيئة طير فيصبح طيرا بإذن الله تعالى وإحياء الموتى والإخبار بما يدخر الناس في البيوت بدليل قوله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وبالإضافة إلى هذه المعجزات فقد كان أيضا إحدى معجزاته المائدة التي نزلت من السماء له عليه السلام وللحواريين لكي تكون بمثابة عيد لأولهم وآخرهم قال تعالى قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قضى الله تعالى بحكمته بتأييد عيسى عليه السلام بالعديد من المعجزات من بداية الخلق وحتى الرفع للسماء لتلين القلوب المقفلة فكانت له عليه السلام معجزة القدوم للدنيا والنطق بالمهد وشفاء المرض بإذن الله والإحياء ونفخ الروح وكله بإذن الله تعالى وكل هذه المعجزات لم تكن أسبابا كافية لدى بني إسرائيل للإيمان والرجوع إلى الله تعالى وأما عن قصة رفع عيسى عليه السلام فقد رفع الله عز وجل نبيه الكريم عيسى عليه السلام إلى السماء عند الله لحمايته من كيد قومه وأخبرنا بذلك في كتابه العزيز إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقد كان عمره وقت الرفع إلى السماء ثلاث وثلاثين عاما أو أربع وثلاثين عاما وقد حاول قوم عيسى عليه السلام قتله وهذا هو السبب الرئيسي لرفعه إلى السماء لكي يرد الله تعالى مكرهم عليهم فشبه لهم أحدا يشبه عيسى عليه السلام فقتلوه وصلبوه ظنا منهم أنهم قتلوا نبيهم وقد رفعه الله تبارك وتعالى تشريفا له وتكريما من أن يقتله اليهود وسيعود آخر الزمان لإحقاق الحق وليؤكد بطلان تحريفهم وما ينسبون إليه وهو بريء منه والقصة بدأت عندما ذهبوا إلى بيته بنية قتله وخرجوا في جماعة وكان قد شبه الله تعالى أحدهم بشكله فظنوا أنه عيسى عليه السلام وقاموا بقتله ولكن الحقيقة أنهم ما قتلوه ولا صلبوه وكما تم ذكره سابقا أن عيسى عليه السلام قد رفع إلى السماء ولم يمت كما يقول البعض ودليل ذلك في قول الله تعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أي سوف يؤمن أهل الكتاب بنبوة عيسى قبل موته وموته لم يقع إلى الآن إذن هذا ما سيحصل بالمستقبل وقوله تعالى وإنه لعلم للساعة هنا الحديث عن عيسى عليه السلام وقد قرن بعلامات الساعة فيكون خروجه من علامات الساعة أو قبل قيامها أما في إثبات عدم موته ورفعه عليه السلام إلى السماء الدليل الثالث من القرآن الكريم وهو قوله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا الكلام في المهد هذا يعد من العادات الخارقة فما وجه التشبيه بين الكلام في المهد وهو معجزة وبين الكلام في الكهولة وهو أمر عادي إلا أنه قد حدث في ظروف استثنائية وهو كلامه بعد نزوله وعيشه على الأرض حتى يصل إلى الكهولة وفيما يتعلق بمكر بني إسرائيل بعيسى ومكر الله تعالى بهم فقد حدث ذلك عندما خرج عيسى عليه السلام وأمه وعاد إلى قومه برفقة الحواريين ليدعوهم إلى عبادة الله وترك ما يصنعون فهموا إليه يريدون قتله فحدث التدخل الإلهي وهذا هو المقصود بمكر الله تعالى بهم وكان الجزاء استدراجهم بغتة دون شعور منهم وأمر الله تعالى جبريل الذي كان لا يفارق عيسى عليه السلام أن يدخل بيتا وما أن دخله حتى أخرجه من الجهة الأخرى ووقع الشبه على غيره فقتلوا الشبيه وصلبوه غير أن من وقع عليه الشبه هو ممن نافق اليهود ودلهم على مكان الحواريين وعيسى فكان ذلك عقابه وقد سلط الله تعالى ملك الروم على ملك اليهود الذي كان من رعيته وأنقذ الحواريين من يد اليهود وأنزل المطلوب وأقرم الخشب الذي صلب عليه والله أعلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة